دعني أنتقل بك إلى ملف آخر يشغل الآن دول المنطقة ملف سد النهضة الإثيوبي بداية هل يمكن لواشنطن أن تقدم دورا ما أو تقوم بمعالج ما في هذا الملف وما طبيعة هذه المعالجة كما تراها واشنطن نعم إذن الدور التي تلاعبها الولادة المتحدة الآن نحن مراقب ونحن شريك وحليف مع البودان الثلاثة نحن لدينا علاقات قوي جدا مع مصر والسودان وإثيوبيا وكما تعرف لدينا هذه الإجارة ترى أن هذه القضية قضية مهمة جدا ليس فقط للدول الثلاث ولكن للمنطقة بشكل عام ولذلك هذه الإجارة قامت بتعيين ما بوث الخاص جيفري فلتمن هو ما بوث الخاص للقرن الأفريكي بشكل عام ولكن هو يرقز خاصة أن أحاول هذا الملف سدنا هذا إذن كما رأينا وسمعنا من الجلسة في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي لفات الولادة المتحدة ترى أن أولا إذن سمعنا ثلاثة أشياء مهمة بالنسبة على الجلسة في الأمم المتحدة أولا سمعنا من الولادة المتحدة ومن كل الدول أن هذه القضية قضية مهمة جدا للدول الثلاثة وللمنطقة إذن مننا لازم أن نناقشها في الأمم المتحدة وفي مؤسسة أخرى والثاني كان اتفاق بشكل عام والرؤية مشتارغة بشكل عام بالنسبة للدول العضاء في المجلس الأمن أن الاتهاد الأفريكي المؤسسة الأنسب لتعالج وتتعامل مع هذه القضية وثالثا سمعنا من كل العضاء من كل الدول في المجلس الأمن وخرج من المجلس الأمن أن كل الدول بما في ذلك الولادة المتحدة مستعدون لتقديم المساعدة السياسية ومساعدة الفنية للدول الثلاثة والاتهاد الأفريكي في ضو ما تحدثت به هناك إجراءات أحادية تخذت من قبل إثيوبيا كما قالت مصر والسودان في جلسة مجلس الأمن والبدء في الملء الثاني لسد النهضة كيف نظرت واشنطن إلى هذه الخطوة أيضا؟ إذن سمعنا من النطق الرسمي في الوسطة الخارجية وسمعنا في كلماتها السفيرة ليند توماس كوينفيلد في كلماتها في مجلس الأمن أن الولادة المتاهدة ندعو إلى كل الأطراب لإمتناع عن أي تصريهات أو أي خطوات إحدية جانب ولذلك نحن نحث الأطراف لجلوس على طاولة واستأنف الحوار ليس هناك أي تقدم في هذا الملف بدون الحوار وبدون المفاوضات تهد قيادة الإتهد الأفريكي وعندما نقول مفاوضات وحوار لا نقصد الولادة المتاهدة لا تقصد حوار بدون نتيجة لا حوار هو نتيجة تمام كيف يمكن الآن العمل على أن يكون الحوار ذو مغزة في هذا الوقت تحديدا بعد عشرة أعوام وزيادة على المفاوضات وأن يكون هناك إطار زمني معين يلتزم به الجميع لتنفيذ اتفاق قانوني وملزم نعم إذن الولادة متاهدة ترى أن المبادئ التي وقعت عليها كل الأطراف في 2015 والبيان من الاتهد الأفريكي في شهر طموز 2020 أساسين مهمين لنبني عليها والدول الثلاث أن تبني عليها وكما ذكرنا الولادة المتاهدة مستعدة نحن منخرتين بالنسبة لهذه القضية ونحن مستعدين لنقدم أي مساعدة فنية وتكنية وسياسية وكما اسمعنا من الدول الأخرى في مجلس الأمن كل هذه الدول في مجلس الأمن مستعدة واسمعنا منهم